نسألكم أن تدعموا مظاهراتنا في يوم واحد اكتوبر هي مظاهرات شعبية غير مجيرة باسم جبهة أخوكم الحاج تامر الربيعي يعني احنا مبارك أي عمل شعبي لتغيير الدستور تغيير النظام العراقي من نظام برلماني محاصصي طائفي قومي مفكك وضعيف إلى نظام قوي نظام سياسي الرئيس فيه ينتخب من كل شعب من دون ما يشترط فيه أن يكون شيعي أو سني بهالمحاصصة هذه لأن السنة في الحقيقة والأكراد في هذا النظام الراهن يشعرون بأنهم مهمشين أو بأنهم درجة ثانية لا يستطيعون الحصول على منصب رئاسة الوزراء المنصب الأساسي في البلد فلذلك أدو منصب مثلا رئيس البرلمان أو رئيس الجمهورية لرمزي فهذا ليس صحيح ولو كنت سنيا لما قبلت بأنه أن أكون بهذه الصورة ولكن يجب أن أتخلى عن طائفيتي وعن قوميتي وأؤمن بوطني العراق والنظام يكون واحد الرئيس ينتخب من كل الشعب سواء كان كردي أو سني أو شيعي أو تركماني أو مسيحي أو أي شيء وأيضا هو يعين رئيس الوزراء يقدمه إلى البرلمان والبرلمان يحاسب النبام أغطيت